تواصل العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه تصاعدي دون بواد لحل أزمة ضعف العملة المحلية لغياب دور البنك المركزي وفشل السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة ووصل سعر الصرف مقابل العملة السعودية إلى 400 للريال الواحد فيما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد إلى نحو 1518 ريال حيث يتكبد المواطن وحدهم معاناة هائلة جراء عكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات في ظل ضعف المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية وتفتقد معالجات البنك المركزي والحكومة إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة الصرف العملات الأجنبية والعربية خصوصا مع تضعفها في فترة قصيرة جدا